انت متخيل معايا ان اول فيديو ليه على المنصة قدر من خلاله يحقق ربع مليون دولار 260 الف دولار يا جدعان من اول فيديو على تويتر البديل القوي جدا لليوتيوب والفيسبوك في عشرين واربعة وعشرين الموضوع رائق جدا الفترة الاخيرة النهاردة وانبارح والموضوع بالفعل كان لازم اتكلم عنه وطلبة بنتكلم عن ربح يبقى لازم اقول لحضرتك بديل اليوتيوب علشان فيه منشئين محتوى عرب بيجيب لك منصات ربحية تحت بير السلم ويشرحها لك ويقول لك هتكسب منها وفي الاخر تلاقي سنتات انا بتكلم مع حضرتك النهاردة على بديل قوي جدا لليوتيوب والفيسبوك ولكن ليه شروط مختلفة تعالوا مع بعض نفهم ايه اللي حصل النهاردة ميستر بيست حقق من اول فيديو ليه على منصة تويتر اكتر من ميتين وخمسين الف دولار انت متخيل ربع مليون دولار من فيديو اتعمل ايه ده؟ المبلغ ده؟ هو انت بتهزر يا متوحد؟ هو فيه ناس بتكسب الفلوس دي بجد؟ ولا انت بتهزر؟ والله يا جماعة فيه ناس بتكسب الفلوس دي؟ والله؟ بس مش محتوى المتوحد فكرة المحتوى الترفيهي حضرتك لو محتوىك ترفيهي حاول على قد ما تقدر تمشي للناس دي تشتغل بنفس اسلوبهم بنفس طريقهم زي بالظبط ما بوفلا عمل ما بوفلا قدر يقلد ميستر بيستر بنسبة كبيرة جدا الفترة الاخيرة وفرق معاه جدا في مشاهداته وفرق معاه جدا في ارباحه وفرق معاه جدا في المشتركين والفترة الاخيرة الرجل قدر يحقق مليون وخمسمائة الف مشترك تقريبا في فيديوهين تقليد ده نصر بيست فيديوهين بس تقليد مليون ونص مشترك طبعا الكلام ده مش ليه اوليك احنا خيرنا 200 مشترك في اليوم ونحمد ربنا عليهم فعايز حضرتك تفهم ان طلابها محتوىك تقدر من خلاله انك تتجه للطريقة دي او الاسلوب ده او السيستم اللي هما ماشيين بيه اللي يخليك ما تعملش وتصرف وتستثمر الناس دي حرفيا بدقوا من الصفر ارجع لفيديوهاتهم القديمة ما تقارنش من دلوقتي هتقولي الزمن مختلف هقوله حضرتك برضو انت مختلف ولازم تبدأ حالا واسيبك من الكلام ده بقى لان جا تكلم مع حضرتك عن شروط الربح من تويتر واخد بالك المنصة الوحيدة اللي انت علشان تربح منها اول شهر لازم تدفع لها يعني اليوتيوب انت بتعمل قراءة مجانة الفيسبوك انت بتعمل صفحة مجانة تويتر علشان تعمل على حساب وتبدأ تفعل ربح لازم تكون بريميام بريميام يعني مشترك بفلوس مش ببلاش علشان تاخد المزايا ومن اول المزايا هي ميزة تحقيق الربح لو جينا على تحقيق الارباح هنا على تويتر حلاق ان مشاركة عائل الاعلانات لي شروط واول شرط منها ان حضرتك تكون مشترك في بريميام الثاني شرط منهم الحصول على مرات ظهور لا تقل عن خمسة مليون مشاهدة لمنشوراتك خلال ثلاثة شهر ماضية وده عدد قليل جدا على تويتر عدد قليل جدا مع التويتات اللي انت بتكتبها والتغريدات والردود وعادة التغريدة والحاجات دي كلها عدد قليل جدا وخمسمائة متابع برضو قليلين قوي قوي فوق محاضرتك تتخيل هو بس المشكلة ان انت لازم تدفع فلوسك في البداية علشان توصق حسابك علشان توصق حسابك على تويتر لو انت فردي فبتدفع في الشهر الواحد تقريبا خمسمائة جنيه علشان تبدأ تفعل يعني تقريبا ثلاث شهور اقل حاجة الف وخمسمائة جنيه وده على فكرة سهر حلو جدا 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 انت لما بتيجي تحقق شروطي بابحة من اليوتيوب او تيجي تدير قناة عند المتوحد فكرة او اي قناة بتدفع لالف وخمسمائة جنيه في الشهر انت متخيل يعني الموضوع ده سهل جدا يا جماعة طالما انت خدت حساب موسط لدعم فني لإستفسارات عايز اي مشاكل بتتحل علامة صح معاك حاجة تعديل المنشور منشور اطول تراجع اهم المقالات تظهر تنزل فيديوهات مقاطع الفيديو تشغل فيديو في الخلفية تظبط نفسك بيديك اكتر من تجربة مثالية عشان تاخد بريميا وده ميزات حلوة جدا وانا شايف ان عادي جدا انا على اليوتيوب بدفع شهريا بريميا وبدفع الفيسبوك عشان علامة تصيب برضو فلوس فطالما انا ممكن اكسب منها ايه اللي خليني معاملهاش وانا بالفعل وكررت ان انا مبارح اشير عن فيسبوك علامة الصح واروح لتويتر ترامح اخد منه مبلغ مدي ووسق حسابي وتواصل معاك بتوصيك حسابي وده اللي انا قررت بالفعل فترة خيرا نعمله علشان كده بوجه حضرتك انك لو عايز بديل اليوتيوب وعاوز بديل للفيسبوك فانت عند حضرتك تويتر تقدر انك تبدأ من خلاله وتبدأ تعمل محتوى ليك وتعمل ليك صدقات وعلى فكرة مختلف اطلاقا طريقته حلوة جدا اسلوبه حلوة جدا وكمان عايز اقولك ان منصة اليوتيوب نفسها لما بتيجي تتواصل معاها دعم فني بتقولك روح على تويتر روح كلمنا على تويتر يعني منصة بحجم يوتيوب علشان تتواصل معاها رقم واحد على تويتر تيم يوتيوب على تويتر اي تحديثات بنزل على تويتر فانت متخيل الفكرة ان البديل بتاعك منصته رقم واحد انا وهنا تويتر في 24 و23 قرر ان هو يختلف اطلاقا ويبدأ يستفيد من منشين المحتوى ويبدأ يكسبهم وبالفعل كسب اكبر منشق محتوى في العالم ده اكبر منشق محتوى في العالم مش انت ابو 200 مشاهدة مش انت ابو 1000 مشترك ما بالك ده الكبير اللي فيهم قدر ان هو يروح علشان يشتغل على تويتر انا وانت عادين بنعمل على تويتر ايه اللي خلناها ما يبدأش مش معاك فلوس لازم تتصرف لازم حرفيا انت تتصرف ولو انت منشق محتوى معاك فلوس لازم تبدأ وانا عن نفسي حبدأ الفترة اللي جاية ان شاء الله اول ما اخلص الفترة اللي انا فيها دي حبدأ على تويتر واشتغل عليه لاني مش عايزة اشترك في بريميوم وما اشتغلش الفترة دي كلها وابقى مقصر والاسم ان انا بادفع فلوسه وخلاص لكن اول ما ابدأ وارجع اشتغل من اوله جديد واشتغل كمتواحد فكرة حبدأ على تويتر واشتغل على تويتر بتهيألي ان دي افضل بديل لليوتيوب في عشرين اربعة وعشرين لازم كلنا نبدأ انت مش متخلل الفكرة ان الراجل ده قدر يحقق تقريبا لو جينا بصينا متين وستين الف دولار ومش بس كده لسه بيعمل مسابقات والله لسه بيعمل مسابقات شوف مستر بيس لسه بيعمل مسابقات يعني فيه مسابقة معمولة النهاردة تعرف الون ماسك نفسه صاحب المنصة كتب له كومنت النهاردة ويقول له انا مشترك معك في المسابقة اللي انت عاملها من سلوبهم وفهم تسويقهم ازاي وابدأ اسويق زيهم الناس دي بتسويق لنفسها بالنية انا حسوي الناس دي بتدفع فلوس بس بتسويق لنفسها صح بتسويق لنفسها بطريقة مختلفة عن احنا بنخاف على عشرين جنيه لناخدها كوبات النسكافي يطلع يغلوا علينا عشان خاطرها انت متخيل معايا فهنت الفكرة انتظروا فيديو جاي مهم جدا الفترة اللي جاية عن تويتر بشكل كامل ولكن لما ابدأ التجربة عملية وابدأ اوصق حساب شكل عملي واتكلم عن كل حاجة بالتفصيل كان معاكم المرجع الاول اللي اول معرف ان في بديل النتيوب صح واحقيق وبيجيب ارباح تلع يتكلم عليه مش هنجيب لك بقى مواقع تحت بير السلم ليه؟ لاننا متوحدين في الفكرة شكرا للجميع كان معاكم المرجع الاول لمنشئ المحتوى هاتيوب الى اللقاء شكرا شكرا